متتبعي قناة تلوزرية وانهلا وسهلا بكم في موعدكم مع نشرة تحول التقصيدان غدا إن شاء الله مع الصباحة رح نعرف سمع عوما ملابدع المناطق الشمالية بفعل سحب مننا والعليون التوسط رح تمركز على السواحل وكذا على المناطق الداخلية على الصحراء الكبرى بحول الهجواء الصفجة ومشمسة أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا المرتقبة لصباحة الغد دائما جو بارد رح تكون درجتين تحت الصفر من جهة كل مدن الأوراس درجة واحدة تحت الصفر على قسنطين على سوق هراس درجة واحدة من جهة الهضاب العليا القربية والوسطى من جهة كل الجلفة البيض مشرية ونعامة درجتين تزيوزو على البورا وكذلك على كل السواحل الشرقية ست درجات رح تكون من جهة الشلف من جهة أبواب الصهرة عموما على الواحات على الصورة 8 على العاصمة على كل سواحل القربية 5 في غردية وكذلك في إليزي درجة واحدة تحت الصفر من جهة جانيت وستة في تامن راست وحدش في أخصى الجنوب الجزائري أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الغد دائما سماء ملبدة سحب اللي كانت على السواحل وعلى المناطق الداخلية تنتقل حتى منطقة شمال السوراء إذن سحب كتيفة على هذه المناطق يجعل سماء ملبدة كذلك ملبدة سماء من أقصى الجنوب الجزائري حتى منطقة السحراء الوسطى دائما سحب نانو علي والمتوسط وتبقى سما صافية على باقي المناطق الجنوبية وزوبار مياه دائما في الموعد على السحراء الوسطى دائما بفعل رياح لتكون قوية محليا فالحدة المطلوبة أما بالنسبة لدرجات الحرارة القوس والمنتدرة لنهار الغد عموما راح لسلجور 17 درجة من جهة البيض مشرية والنعامة وعين صفراخ مستشعلى الجفة على تيارة 16 على باتناس 17 على قسنطين على كل سواحل الشرقية 19 درجة على العاصمة وضواحية 20 على تيزيوزو على البويرة وحتى على بورد بارغريج 21 درجة في شلف مع سكر غليزان وحتى على البوليد على عين الدفلة ونفس المقياس على السواحل الغربية 18 درجة من جهة المسان 17 عموما على أبواب الصحراء على تغيط على بصار على غرديز الفانو بريان وتوصل 20 في منطقة الواحد 25 في وسط صحراء على عين صالح على تيميمون وآناكور وكذلك على صحراء تنزرو 24 في تندوف 18 في جانا 22 في تامنراسة وتوصل 27 في أغسل جنوب الجزائري أما بالنسبة للملاحة وصيد البحري دان البحر لنهار الغدع عموما رح يكون محليا قليل الاضطراب سرعة رياح مرصب المهدي حتى الدلس 20 كم في ساعة ومن دلس حتى للقالة تكون 15 كم في ساعة سرعة رياح لهذا السواحل ويكون باتجاهات مختلفة على السواحل الجزائرية عموما رح يكون الشمالي شرقي من مرصب المهدي حتى الدلس ومن دلس حتى للقالة رح يكون جنوبي غربي أو جنوبي شرقي عفا على هذا السواحل نختمها مشاهدنا كالعادة بالمعلومات الفلكية لنهار الغد السبت 16 في 2019 شرق والغرب على العاصمة وضواحيها مبقى لان نقولكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء